بشوف كتير بيتلخبطوا عند استخدام حرف الجر المناسب لكلمة Apologize يا ترى بتاخد حرف الجر 2 ولا 4 ده اللي هنعرفه بالتفصيل في درس النهاردة بجانب معرفة معناها وكيفية استخدامها في جمل فحضروا الورقة والقلم علشان تكتبوا ملاحظاتكم معايا وكمان تحلوا التمرين اللي في آخر الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أحمد مكاوي من English Start كلمة Apologize معناها أعتذر واللي ممكن تشوفها مكتوبة بالشكل ده Apologize تكتب بحرف Z أو S والفرق إن اللي فيها Z كتابة إنجليزي أمريكي American English واللي فيها S إنجليزي بريطاني British English مثال I am so sorry I do apologize أنا آسفة أنا أعتذر I apologize if I offended you أعتذر إن أسأت إليك كلمة Apologize Verb فعل والاسم منها Apology Apology معناها اعتذار وهي noun اسم ولأنها اسم قابل للعد يعني أقدر أجيب منها صيغة الجمع وهي Apologies Apologies لحظوا حرف ال-Y قلب ل-I وأضفت ES عند الجامة وده شرحت بالتفصيل في درس الإسم المفرد والجامة موجود في قسم القواعد على القناة نشوف أمثلة I owe you an apology I forgot to send the report أنا مدين لك باعتذار لقد نسيت أن أرسل التقرير My apologies I forgot to send the report اعتذاري لقد نسيت أن أرسل التقرير طبعا جيف بلكم ليه من أقول شي sorry وخلاص طبعا تقدر تقول sorry لكن كلمة Apologize ومشتقتها تستخدم أكثر في الكلام الرسمي Formal Speaking دلوقتي يلا نشوف إزاي نستخدم Propositions حروف القر مع Apologize أولا Apologize يأتي معاها حرف ال-Y جر for وتكون بمعنى أعتذر عن وفي الحالة دي إما أن يأتي بعدها noun اسم أو يأتي بعدها verb فعل في حالة الاسم بيكون اسم الشيء الذي أعتذر عنه وليس اسم الشخص الذي أعتذر له أما في حالة الفعل فلازم الفعل يكون مضاف له I in G نشوف أمثلة وضح I apologize for losing my temper أعتذر عن فقدان أعصابي ودي قملة نقولها لما بنغضب ونتعصب وبنرجع نعتذر عن الموقف ده هنلاحظ أن كلمة لوزين فعل مضاف له I in G لأنها جاءت بعد Apologize for He apologized for his behavior اعتذر عن سلوكه كلمة Apologize مضاف لها D لأن الجملة في زمن الماضي ولأن الفعل Apologize فعل منتظم Regular verb فينتهي ب A D وجاء بعد Apologize for كلمة Behavior واللي تعتبر اسم ومعناها سلوك ولو حتى متعرفش معنى Behavior فمن السهل أنك تعرف أنها اسم noun بسبب وجود صفات الملكية His لأن صفات الملكية يأتي بعدها اسم أمثلة كمان لتأكيد المعنى I apologize for arriving late to the meeting أعتذر عن وصولي متأخرا للاجتماع جاء بعد Apologize for الفعل Arrive مضاف له I in G We apologize for the late delivery of your package نعتذر عن التأخير في تسليم طردك Your package طردك أو الطرد الخاص بيك الأوردر يعني عندنا هنا The عرفتنا إلا هيجي بعد كده اسم مش فعل وهي كلمة Delivery ولو بتستغرب وجود الصفة Late بمعنى متأخر بعد The فما تستغربش لأن الصفة في اللغة الإنجليزية تسبق الموصوف وهنا جاءت قبل Delivery Delayed Delivery ووجود الصفة مش هيأثر على استخدام For ولو لسه مش فاهم نقطة الصفة تسبق الموصوف أنصحك تشوف درس الصفات وموقعها في الجملة شرحته في فيديو سابق في قائمة القواعد على القناة آخر مثال على النقطة دي He apologized for not doing his homework اعتذر عن عدم القيام بالواجب اعتذر إنه ما عملش واجباته ده مثال مختلف شوي لأنه هنا بيعتذر عن عدم فعل شيء وفي الحال دي نضع not قبل الفعل المضاف له ing كده خلصنا Apologize for ننتقل للنقطة الثانية وهي Apologize to ومعناها أعتذر لي ودي إما أن يأتي بعدها noun اسم وفي الحال دي هيكون اسم الشخص الذي نقدم له الاعتذار أو يأتي بعدها object pronoun ضمير مفعول والضمير ده بيكون محل اسم الشخص الذي نقدم له الاعتذار وضمائر المفعول مثل me, you, him, her, us, and them وشرحت عليهم درس سابق موجود في قسم القواعد على القناة نشوف أمثلة وضح you must apologize to علي for being late يجب أن تعتذر لعلي عن التأخير نلاحظ Apologize to جاء بعدها علي وهو اسم الشخص الذي نقدم له الاعتذار نلاحظ كمان جاء حرف الجر for وبعده being فعل مضاف له ing وده سبب الاعتذار وممكن نحذف الاسم علي ونكتب مكانه ضمير مفعول مناسب فتكون الجملة بالشكل ده you must apologize to him for being late يجب أن تعتذر له عن التأخير هنا him طمير مفعول object pronoun جاءت بدلا من الاسم مثال كمان we apologize to our neighbors for the noise اعتذرنا لجراننا عن الضوضاء جاء بعد apologize to الاسم neighbors بمعنى جيران و our هي صفة ملكية أعرفت اللي أنا بكلمه إن الجيران دول هم جيراننا إحنا وجاء حرف الجر for وبعده the noise وهي اسم ومعناها الضوضاء ومن الممكن نحذف كلمة neighbors ويحل محلها ضمير مفعول فتكون we apologize to them for the noise اعتذرنا لهم عن الضوضاء ضمير المفعول them حل محل كلمة neighbors كده نقدر نلخص الدرس في ثلاث نقاط أساسية وهم أولا apologize for يأتي بعدها something اسم الشيء الذي نعتذر عنه I apologize for the error أعتذر عن الخطأ ثانيا apologize for يأتي بعدها doing something الشيء الذي فعلته وأود أن أعتذر عنه وبيكون فعل مضافله ing مثال we apologize for arriving late نعتذر عن وصلنا متأخرين ثالثا apologize to ومعناها أعتذر لي ويأتي بعدها someone شخص ما نعتذر له وفي الحالة دي بيكون يئم اسم الشخص أو ضمير مفعول يحل محله she should apologize to the teacher يجب عليها أن تعتذر للمعلم she should apologize to him يجب أن تعتذر له بكده أكون انتهيت من شرح الدرس وجاء موعد الكويز اختبار بيوضح لكم مدى فهمكم للدرس fill in the gaps with the correct proposition four or two املأ الفراغات بحرف الجر الصحيح وطبعا هتختار يا four أو two عملوا pause وقفوا الفيديو مواقعا وحلوا عندكم فرقة وبعدين رجاءوا تأكدوا من إجاباتكم معايا أتمنى تكونوا أخذت الوقت الكافي وقيمت نفسكم بمصداقية number one you should apologize to your friend for the misunderstanding يجب أن تعتذر لصديقك عن سؤال فهم الفراغ الأول two لأن نعتذر لشخص اللي هو your friend أما الفراغ الثاني four لأن نعتذر عن سؤال فهم number two she apologized for her mistake her mistake something شيء نعتذر عنه لذلك four هي الصح number three we should apologize to our parents for not keeping in touch يجب علينا أن نعتذر لولدنا عن عدم التواصل معهم الفراغ الأول نختارنا two لأن بعدها someone شخص ما نقدم له الاعتذار أما الفراغ الثاني four لأن نقاء بعدها verb plus ing فعل مضاف له ing number four the company apologized for the delay in delivery اعتذرت الشركة عن التأخير في التوصيل the delay something شيء ما نعتذر عنه لذلك four صح number five he apologized for being late to the meeting اعتذر عن كونه متأخر على الاجتماع four جاء بعدها verb plus ing number six the team apologized to their fans for the poor performance اعتذر الفريق المشجعي عن أدائه ضعيف two صح لأن بعدها someone شخص ما لهو their fans المشجعين number seven i need to apologize for hurting your feelings اريد ان اعتذر عن ايزاء مشاعرك four صح لأن بعدها verb plus ing hurting number eight they apologized to the customer for the inconvenience اعتذروا للعميل عن الإزعاج الفراغ الأول two لأن بعدها someone العميل الفراغ الثاني four لأن بعدها something اللي هي الإزعاج الذي نعتذر عنه number nine she apologized to her sister for borrowing her dress without asking اعتذرت لأختها عن استعارة فستنها بدون استئذان الفراغ الأول two لأن بعدها someone الشخص الذي نعتذر له lay her sister أما الفراغ الثاني four لأن بعدها verb plus ing borrowing وهو الحدث الذي تعتذر عنه number ten the last one هتكون كالعادة homework اكتبوا لي الأجابات في التعليقات وأنا هشوفها وارد عليكم تذكروا ان subscribe والcomment والlike والشير حاجات بسيطة بالنسبة لكم لكن بتشجعنا استمر بتقديم محتوى يليق بكم دمتم بخير ترجمة نانسي قنقل